السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة لغتي وعنوان درسنا حروف الجر في حتى على في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا قوانين التعلم عن بعد أولى قوانين التعلم عن بعد هي أجلس في مكان هادئ دائما أحرص على أن أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح أحرص دائما على أن يكون جلوسي جلوسا صحيحا وجلوسا مريحا كذلك وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها للدرس أحضر الكتاب، أحضر الدفتر، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وألواني أحضر جميع أغراضي وماذا أيضا؟ أنصت لمن؟ أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا كذلك أتابع درسي حتى نهايته إلى أن ينتهي الدرس حتى أفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا حروف الجر في حتى وعلى لدينا هدف عام هدفنا العام هو معرفة حروف الجر في حتى وعلى كذلك لدينا أهداف خاصة هدفنا الخاص الأول هو أن يتعرف الطالب والطالبة على حروف الجر في حتى على أما ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة حروف الجر في حتى على أما ثالثا أن يكتب الطالب والطالبة حروف الجر في حتى على أما رابعا أن يقرأ الطالب والطالبة حروف الجر في حتى وعلى حروف الجر لدينا ثلاثة حروف للجر هيا نقرأها أول حرف في حرف الجر في هيا رددوه في أحسنتم مرة أخرى في رائع كذلك لدينا حرف الجر حتى حتى هيا رددوه حتى مرة أخرى حتى أحسنتم كذلك لدينا حرف الجر على على هيا رددوه على رائع لدينا في ولدينا حتى ولدينا على ثلاثة حروف للجر هيا نرى حرف الجر في أمثلة عليه في المزارع أشجار كثيرة في المزارع أشجار كثيرة ما هو حرف الجر المستخدم في هذه الجملة؟ حرف الجر في أحسنتم ولكن أين كتبناه؟ أين مكانه في الجملة؟ رائع هذا هو في حرف الجر في كما نرى في الصورة في المزارع أشجار كثيرة إذن هيا نردد الجملة ردد الجملة من بعدي في أحسنتم المزارع رائع أشجار رائع أشجار جميل جدا كثيرة رائع جدا في المزارع أشجار كثيرة هيا نرى مثالا آخر في المكتبة كتب كثيرة في المكتبة كتب كثيرة ما هو حرف الجر المستخدم في هذه الجملة؟ رائع حرف الجر في ولكن أين كتبناه؟ أحسنتم في بداية الجملة في في المكتبة كتب كثيرة كما نرى في الصورة في المكتبة ماذا يوجد بها؟ كتب كثيرة هيا ردد الجملة في أحسنتم المكتبة رائع كتب جميل جدا كثيرة رائع جدا هيا نكمل تقع الرياض في وسط المملكة العربية السعودية أين تقع الرياض؟ أين تقع الرياض؟ تقع الرياض في وسط المملكة العربية السعودية استخدمنا حرف الجر؟ ما هو؟ أحسنتم حرف الجر في ولكن أين كتبناه؟ رائع في وسط الجملة كتبناه هنا في أين تقع الرياض؟ تقع الرياض في وسط المملكة العربية السعودية أحسنتم هيا رددوا الجملة تقع الرياض في وسط المملكة رائع العربية أحسنتم السعودية جميل جدا هيا نرى مثالا آخر على حرف الجر على هيا نرى كتب المعلم على الصبورة أين كتب المعلم درسه؟ كتب المعلم على الصبورة ما هو حرف الجر المستخدم؟ استخدمنا حرف الجر على ولكن أين كتبناه في الجملة؟ أحسنتم كتبناه في وسط الجملة على رائع كتب المعلم على الصبورة هيا رددوا الجملة كتب أحسنتم المعلم رائع على أحسنتم الصبورة رائع جدا هيا نكمل مثالا آخر وضعت أختي الأطباق على على الطاولة أين وضعت أختي الأطباق؟ وضعت أختي الأطباق كما نرى في الصورة على على الطاولة ما هو حرف الجر المستخدم في هذه الجملة؟ استخدمنا حرف الجر على وأين كتبناه؟ كتبناه هنا على في منتصف الجملة على إذن وضعت أختي الأطباق على الطاولة هيا رددوا الجملة وبعد أحسنتم أختي رائع الأطباق جميل جدا جميل جدا رائع الطاولة أحسنتم لدي الآن نشاط هيا نرى على صبورتنا ماذا لدينا من سؤال أكتب حرف الجر المناسب للجملة هيا نرى الجملة الأولى وضعت الكتاب فراغ الحقيبة ماذا نكتب؟ وضعت الكتاب في الحقيبة في الحقيبة إذن نكتب حرف الجر في أحسنتم هيا اكتبه حرف الجر في وضعت الكتاب أين؟ في الحقيبة وضعت الكتاب في الحقيبة رائع هيا نرى الجملة الأخرى رأيت الكتاب الطاولة رأيت الكتاب فراغ الطاولة ما هو حرف الجر المناسب لهذه الجملة؟ رأيت الكتاب على على الطاولة إذن نكتب حرف الجر على حرف العين ثم حرف اللام ثم أحسنتم الألف المقصورة على رأيت الكتاب على الطاولة أحسنتم هيا نعود لشاشتنا ونرى نشاطنا الآخر ساعد الطائر للوصول إلى حروف الجر هيا نرى لدينا لدينا شجرة مكتوب على أوراقها حروف الجر في حتى وعلى هيا نساعد الطيور لكي تحط على أوراق الشجرة التي كتب عليها حروف الجر سوف ينطلق الطائر الأول ويحط أين حط؟ حط على حرف الجر في أحسنتم في هيا نرى الطائر الآخر سوف ينطلق هذا هو انطلق وحط على ورقة الشجرة ولكن ماذا كتب عليها؟ حرف الجر حتى حتى بقي لدينا طائر أزرق الآن سوف ينطلق انطلق الطائر وحط على حرف الجر على على أحسنتم لدي الآن النشاط رقم خمسة انسخ حروف الجر ثلاث مرات بخط جميل ومرتب هيا ننسخ حرف الجر في ثلاث مرات بخط جميل ومرتب كذلك حرف الجر حتى ننسخه ثلاث مرات على السطر بخط جميل ومرتب كذلك حرف الجر على ننسخه ثلاث مرات بخط جميل ومرتب في الأخير لدي توصيات لولي الأمر دائما توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على جلوس الطالب والطالب وبالطريقة الصحيحة ومساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة وأخيرا تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر